إذن أعلنت الخارجية المصرية إخفاق الاجتماع السوداسي الذي عقد اليوم بين وزراء الخارجية والرأي بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان إخفاق الاجتماع عن تحقيق أي تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية بيان الخارجية المصرية قال إن السودان تمسك بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قبل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بطرح حلول القضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة يعني السودان عايز يزود أو يعني يفتح أكتر مساحة عمل المفاوضين أو الخبراء المعينين من الاتحاد الإفريقي وده طرح تحفظت عليه مصر وإثيوبيا ليه؟ لأنه يعني مصر ترى تؤكد على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية والحفاظ على حق الدولة في صياغة النصوص نصوص وأحكام اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة خاصة أنه خبراء الاتحاد الإفريقي ليسوا وده بيان الخارجية أيضا ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المعين ده البيان المصري لكن مصر بتقول أنها مستعدة للانخراط في المفاوضات في مفاوضات جادة وفعالة للتوصل بقى في أي وقت أو في أسرع وقت لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد إذن إحنا بنقول هنا مصر بتقول الإجتماع أخفق هذه المرة والسبب أن السودان عايز يوسع دور الخبراء من الاتحاد الإفريقي وإحنا ملتزمين بأن الصياغة والنصوص وده يكون حق للدولة وده كان موقفنا وموقف إثيوبيا وده أول مرة إحنا وإثيوبيا نتفق على حاجة والسودان يكون مختلف عليها نسمع بقى البيان السوداني السودان قال أنه هذا الاجتماع السوداسي قد فشل بين وزراء الخارجية والرأي في السودان ومصر وأثيوبيا في التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول صد النهضة وقال البروفيسور ياسر عباس اللي هو وزير الرأي السوداني إن بلاده قد طلبت خلال الاجتماع بتغيير منهجية التفاوض وطريقته وتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب الخلاف خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البنائة بين الخبراء أمس وأضاف ياسر عباس السودان قال لا يمكن أن نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية التي إلى مال نهاية يعني في رأي السودان هذه مباحثات دائرية تسير إلى مال نهاية بالنظر لما يمثله صد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروسيرس والذي تبلغ صيغة تخزينية أقل من 10% من سعة خزان صد النهضة إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل للبيانات مشكلة السودان هنا سد الرسيرس أو خزان الرسيرس وبيقولوا أنه ده يمثل تهديد لخزان الرسيرس ويذكر السودان باللي حصل له الحياة أن السودان هو أكتر دولة اتأزد في الملء الأول كان فيه الملء الأحادي الأول اللي قام به قامت به إثيوبيا في أغسطس الماضي وانتهى بأنه كان فيه مأساة في السودان كان فيه بعض الجفاف في كثير من المناطق كان فيه فيضانات في مناطق أخرى قال أن السودان وده بيان السودان أيضا قد تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا وللاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الإفريقي الوزير الري إثيوبي كان بعد خطاب لمصر والسودان والاتحاد الإفريقي في 8 يناير وقالت إثيوبيا فيه أنها تعتزم الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو يوليو المقبل بمقدار المرة دي كان بقى 13.5 مليار متر مكعب يعني هي كانت ملت في المرة الأولى بـ 4.5 مليار متر مكعب دلوقتي بتقول أنا حملة بـ 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر ده كلام إثيوبيا بغض النظر عن التواصل الاتفاق أو عدمه وأن بلاده غير ملتزمة أو غير ملزمة بالإختار المسبق لدول المصب بإجراءات ملء وتشغيل السد أو تبادل البيانات حولها الأمر اللي السودان اعتبرته يشكل تهديد للمنشآت المائية السودانية إذن مصر اعتبرت أن هذه الاجتماعات أخفقت السودان منزعج جدا شايف أن هذه الاجتماعات فشلت ربما لسبب آخر ولكن السودان بيحذر من الملء الأحادي الثاني اللي بيمثل تهديد كبير لسد روسي رصوي للسودان وطبعا بيمثل تهديد لنا لأنه هيقلل كميات المائية بشكل كبير اللي هتوصل لمصر كما أن مصر مختلفة أساسا على فكرة الملء الأحادي